لازمنا عم نقوم بشرح عملية تصفيت الأرقام والنصوص في برنامج اكسل رح ننتقل هلأ لأمثلي مختلفة عن الأمثل السافقة خلونا ننتقل الآن للمثال الخامس بهذا المثال المطلوب بالني هو استخراج أعلى ثلاث مرتبات ضمن هذا النطاق مثل ما كم لاحظين أنا قمت مباشرة بتلوين الخلايا اللي بتحتوي على أعلى ثلاث مرتبات فعندي فوقات مرتبه 950 وعندي أيضا أحمد 947 وعندي يامن 1000 دولار فإذا ندول هندي الموظفين الثلاث اللي عندهم أعلى ثلاث مرتبات فخلونا نشوف كيف ممكن نقوم بعملية التصفية بنضغط Ctrl Shift مع L بنضغط على Alt مع سهم السفلة بنختار عوامل تصفية الأرقام فراح نلاحظ أنه في عندي خيار اسمه العشر الأوائل خلونا نضغط عليه راح تظهر عنا هاي النافذي الخاصة بعملية التصفية التلقائية لأحدث عشر عناصر المقصود بأحدث عشر عناصر هنين أعلى عشر مرتبات موجودين عندي بهذا النطاق ولكن أنا المطلوب مني هنين أعلى ثلاث مرتبات فابقوم بالانتقال إلى هاي الخاني وبدأ الرقم عشر بكتوب رقم ثلاثي فأصبح عندي أعلى ثلاث عناصر الآن بضغط على موافق فراح نلاحظ أنه قام بإظهار أعلى ثلاث مرتبات ضمن هذا النطاق خلونا هلا نشوف الطلب السادس والله هو شبيه جدا بالطلب الماضي ولكن بعكس الطلب الماضي تماما فالمطلوب مني هون أني أستخرج أقل ثلاث مرتبات نفس الأمر بضغط على Ctrl Shift مع L وبدخل إلى المرتب الشهري عوامل تصفية الأرقام وبختار العشر الأوائل أيضا ولكن من هاي النافذي بدل ما أختار بخانة الإظهار أعلى بختار أسفل يعني راح أختار العناصر الأدنى في الترتيب وبدل ما أوضع عشر عناصر بدي ثلاث عناصر فقط وبضغط على موافق مثل ما أنكم لاحظين قام بإظهار البيانات اللي بتحتوي على أقل ثلاث مرتبات اللي هنن غادة وممدوح ونجوة فإذن تمت العملية بشكل بسيط جدا فإذن بهذه الطريقة أنا بقوم بإظهار أعلى ثلاث مرتبات وأدنى ثلاث مرتبات من خلال عملية التصفية خلونا هلا ننتقل للطلب السابع المطلوب بالطلب السابع هو استخراج المرتبات الأعلى من المتوسط طبعا أنا قمت هون بحساب متوسط المرتبات من خلال معادلة أو دالة معينة راح نتعلمها لاحقا بهاي السلسلة مثل ما أنكم شايفين متوسط المرتبات هو 587.4 دولار طبعا مباشرة قام إكسل بتلوين كل المرتبات اللي أعلى من هاي القيمة فخلونا نشوف كيف ممكن نقوم بعملية التصفية بنضغط على كونتر شفت مع إض أضغط مع السهم السفلة عوامل تصفية الأرقام فلاحظوا مباشرة راح يضع عندي خيار اسمه فوق المتوسط بنضغط عليه رقام مباشرة ببرنامج إكسل باستخراج البيانات اللي هي أعلى من المتوسط فإذن العملية بسيطة جدا خلونا ننتقل للطلب الثامن وبهذا الطلب المطلوب مني أني أقوم باستخراج البيانات اللي هي أقل من المتوسط فإذن نفس العملية بذهب إلى المرتب الشهر عوامل تصفية الأرقام أقل من المتوسط فلاحظوا تم استخراج البيانات اللي هي أقل من المتوسط فإذن العملية الصحيحة 100% هاي كانت أهم الأمور الخاصة بعملية تصفية الأرقام والنصوص في برنامج إكسي